ساعة الخيرة على كل مشاهدينا اللي دايماً متابعينا وبرنامجنا يحكي أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة هنتكلم في مشكلة كبيرة قوي النهاردة هنتكلم على عقدة الفشل عقدة عقدة بتبقى كده جوانة ومتحكمة فينا بشكل غريب وبتأثر على حياتنا كلها اللي جاية أكيد كلنا مرينا بتجارب ده أكيد وفي تجارب نجحة وفي تجارب فشلة لكن بقى إحنا أول ما بنفشل في تجربة بيبقى عندنا عقدة عقدة الفشل فعدت التجربة والجرحت فيها أو مريت بتجربة صعبة بعد ما بتخلص أول ما باجي أرتبط تاني بيبقى عندي عقدة طب أنا هفشل تاني طب أنا يعني حياتي اللي جاية هتبقى زي اللي فاتت طب أنا هعرف أحب تاني طب أنا هعرف أدي مشاعر تاني وتفضل أسئلة كتير أقوي في بالنا على اللي جاي طب أول ما ببتدي أرتبط ليه دايما الحاجات الصعبة اللي أنا شفتها والمشاكل السلبية والمشاكل الصعبة اللي أنا شفتها في تجربتي اللي فاتت ليه فجأة بلاقيها في علاقتي اللي موجودة دلوقت ليه دايما بفتكر الوحش تعارفين العقدة دي حتى لو لما بييجي الشخص المناسب أنا ممكن أنا اللي بإيدي أخلي علاقتي فشلة بسبب مخوفي وبسبب فشلي في العلاقة اللي قابليها على فكرة هو أنا ممكن ما أكونش أبقى فشلة في العلاقة اللي قابليها يعني ممكن يكون هو الشخص السيء في الرواية وممكن أكون أنا وممكن نكون إحنا اللي اتنين كنا كويسين بس مش عارفين نتفاهم مع بعض يعني دايما لما حد بيخرج من علاقة دايما بيفضل يبستف في نفسه يعني بشوف دايما البنات أنا اللي كنت غلط أنا اللي كنت معطاقة زيادة أنا اللي حبيته أكتر أنا اللي اديته أكتر وتفضل تجلت في نفسها طول الوقت عشان تحس إن الفشل ده كانت هي السبب فيه ودايما يقولك إيه دايما الشخص المناسب بييجي في الوقت الغير مناسب يعني أنت بعد ما مريتي بالتجربة وبعد ما حسيتي بالفشل وبعد ما معيشتي أجواء كتيرة جدا صعبة لو جي بقى الشخص المناسب يعني يا حرام بنبتدي بقى إيه إن نمارس عليه كل الألعاب النفسية اللي أنا شفتها في العلاقة اللي فاتت أو في التجربة الصعبة الفشلة اللي فاتت فأول حاجة بمارس عليه كل عقدي فبيبتدي ممكن يكون هو الشخص فعلا كويس بس أنا اللي عندي مخاوف وعندي مشاكل نفسية بطلحها في العلاقة الجديدة في نفس الوقت طول الوقت المخاوف دي ما بتخلنيش أحس أو أستمتع بمتعة العلاقة النظيفة الحلوة اللي ما فيهاش مشاكل نفسية يعني ممكن ما يبقاش الشخص طاكسك ممكن يبقى طبيعي جدا بس أنا طول الوقت اللي أنا شفته في اللي فات فبطلعه عليه هو فأسئلة كتيرة جدا إزاي أتخلص من مشاكل النفسية في أي علاقة فشلت فيها زمان الكلام ده مش بس للستات الكلام ده كمان للرجالة لما بتخد كذا تجربة وبتحس أن أنت ما نجحتش فيها فبتبقى فيه ضحية يعني تبقى البنت كويسة اللي بعدها بس بتبقى ضحية أن أنت بتمارس عليها كل عقدك النفسية وكل الحاجات الصعبة اللي أنت شفتها في علاقاتك اللي فاتت أسئلة كبيرة جدا إزاي يعني أنا النهاردة جاية مخصوص عشان أنا وإنت وإنتي كل اللي بتفرجوا علينا إزاي أتخطى أي فشل شفته زمان في حياتي إزاي أستمتع بحياة اللي جاية إزاي ما أطلع الشعقة دي وكل الحاجات الصعبة اللي أنا شفتها في اللي فات في اللي جاي لأن طول ما أنا خايفة طول ما أنا متعقدة طول ما أنا شايفة كل حاجة لا 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 ده هيعمل كذا ده مش هنرد علي ده هيسوي كذا ده هيسيبني ده هيعمل فكل المخاوف دي بتخليني ما شوفش الصورة صح بيبقى عندي ضباب كده ببقى خايفة طول الوقت ببقى مرعوبة من اللي جاي طول الوقت خايفة من الفقد طول الوقت فالخوف ده إزاي ننهي وإزاي نبتدي حياة جديدة حياة صحية حياة مليانة طاقة إيجابية حياة مليانة ثقة بنفسي أكتر وإقبال على الحياة أكتر